نعرضة كمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية كرم أبطال مصر المتواجين بزهبية دورة الألعاب الأفريقية الماضية في غانا رئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة إلى أبطال مصر المتواجين بعد تكريمهم بحضور كل من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف السبحي وزير الشباب والرياضة والأستاذ ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية كانت بعثتنا المصري حقاية 192 ميداليا متنوعة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية الماضية مصر كانت توجد ب102 ميداليا زهبية 47 ميداليا فضية و43 ميداليا برونزية بص أنا الحاجات دي بأقدرها جدا جدا عشان كل أبطالنا الشباب صغيرين وكبار يعرفوا إن الدولة تقدرهم وتقدر اجتهدهم وتعبهم اشتغل وتعب واجتهد وشرف بلدنا وهتاخد التكريم اللي يليك بك رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي بيكرم البطل نيابة عن الشعب المصري كله اشتغل وتعب واجتهد وورينا وشرفنا وارفع علم بلدك هتاخد التكريم اللائج بيك هنشوف سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يكرم أبطالنا النهاردة ونرجع نكمل كلامنا بسم الله الرحمن الرحيم أولا برحب بيكوا أهلا وسهلا وسعيد بلقائكم جميعا وألف مبروك وبهنيكم على اللي حققتوا هايزة أقول لكم أنتوا فرحتوا كل الناس كل المصريين اللي شافوا النتاج اللي انتوا حققتوها واللي ممكن كمان ربنا يوفقنا في باريس ونحققها بيكوا برضو إن شاء الله وبزمائلكم اللي موجودين هنا أو اللي موجودين في المعسكرات دلوقتي ربنا يوفقهم هاشكركم أنتوا شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين وأشكر كل القائمين على الإشراف اللي هم الجهاز الإداري والفن اللي بيقوم بترتيب كل شيء معاكم وده جهد كبير قوي منكم وباشكركم عليه دايما بنقول إن رياضة هي بتعكس هذا تحضر الدول والشعوب كل ما بيكون فيه نجاح وفيه تفوق وفيه مدليات أكتر المدليات بتعكس القدرة يعني مش معنا كنت حصلت على مدليات أيما كانت المدليات دي ذهبية أو فضية أو برونزية لجناب دي بتعكس قدرة الدولة الدولة اللي بتتحصل على عدد أكبر من المدليات ده معنا إنه هم قدرتهم على منافسة قدرة علي فأنا عايز أقول لكم إحنا في مصر عددنا كبير ما شاء الله وبالتالي فرصتنا إن نبقى إحنا عندنا لعبين دوليين متميزين كبيرة دي إن عندنا حجم شباب كبير لو خد فرصته وكلام دلينا كلنا الكل المهتم بالرياضة لو خاد الشباب الحقيقة فرصته كل شاب ممكن يبقى أو شاب يبقى عنده فرصة في لعبة معنا مش لازم كلنا نلعب يعني كرة القدم فقط أو لأ العلعب كلها فمش عايز أطول عليكم أنا سعيد إن أنتم موجودين معنا النهاردة وسعيد بلو أنتم حققتوا في إفريقيا وحبقى سعيد أكتر أو حنبقى كلنا سعادة أكتر باللي ممكن ربنا سبحانه وتعالى لأن طبعا من نفسها على مستوى العالم أكبر كتير من إفريقيا وطبعا دول متقدمة جدا في مجال الرياضة بتبقى موجودة وبالتالي لو النتائج كويسة ده معنا إن إحنا ماشيين في الطريق السليم بالمناسبة يعني أنا عايز أقول لكم على حاجة رغم إن حرصنا على إن ده يبقى هدف إن إحنا نعصل على بطولات وميدليات وكلام لهذا القبيل لكن صدقوني دايما يبقى اللي هو الإسلوب وتقديم نفسنا بشكل يليء بمصر يعني لو أنا النهاردة لعب أو لعبة موجودة خارج الدولة أو حتى داقة للدولة وكنت حريص جدا جدا في إن أنا ممارساتي وسلوكياتي كلها تعكس حجم كبير من التحضر والقيم الرفيعة صدقوني ده بيبقى بغض النظر عن النتائج يعني بغض النظر عن إحنا نتحصل على نتيجة كويس أو ما لكن ده جزء مهم جدا من فضلكم يعني مهم أو إن إحنا كلنا نبقى حرسين علي اللي هو نفس الشريفة وإخلاق الرياضة المحترمة وخلي بالكم من النقطة لأولا أن ده بيبقى محل تقيم من الناس اللي بتشوفنا وجوز كبير من الموضوع عن الناس تشوف الناس دي سلوكياتها إيه وإخلاقياتها إيه مش بس نتائج اللعبة يعني مرة تانية أقول لكم ألف مبروك أهلا وسهلا وسعيد باللي أنتو حققتوه ربنا يا رب يوفقكم وبرضو مش حنسى أقول لكم أنتو موجهوا بالنيابة عني الشكر لأسركم أنه هي يعني سهمت مسامة كبيرة جدا فيه اللي أنتو وصلتوله يعني شكرية 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 شكرا